يوما بعد آخر تزداد حدة العقوبات الدولية على إيران بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان التي فقمها قمعها للاحتجاجات الشعبية ضد النظام وتتعالى الأصوات المطالبة بمضاعفة هذه العقوبات السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس أكدت تأييد بلادها لتشكيل لجنة أممية خاصة للتحقيق ومحاسبة المسؤولين في إيران عن انتهاكات حقوق الإنسان بعد وفاة الشابة مهسى أميني طلب بها المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في إيران خلال اجتماع لمجلس الأمن نظمته أمريكا مع ألبانيا بصيغة أريا لنقاش الاحتجاجات الأخيرة وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جافيد رحمن قال بدوره إن الوضع الراهن لحقوق الإنسان في إيران والمأساة التي تواجهها منذ أيلول الماضي يعكسان سياسة الإفلات المطلقة من العقاب وغياب أي نوع من المسائلة مضيفا أن رد القوات الأمنية على التظاهرات أدى إلى مقتل العشرات من الأشخاص كذلك أوقفت سلطات النظام أربعة عشر ألف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات بمن فيهم ناشطون ومحامون وصحفيون حقوقيون إيرانيون طالبوا المجتمع الدولي بعدم الدخول في أي اتفاق يساهم في استمرار النظام الإيراني الذي لا يأبه بمعاناة الشعب بل ازداد عنفه وتوسع ليشمل حتى المدارس والمستشفية كذلك طالبوا حكومات العالم بسحب سفرائها من إيران وتقليص حجم تمثيلها الدبلوماسي مكتب الأمم المتحدة لمنظمة هيومان رايس ووتش طالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي ذي مصداقية يوثق استخدام القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين ويحدد المسؤولين الذين يقفون وراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران الحالية والسابقة من أجل المساءلة والمحاسبة